اشتركوا في القناة وانصورين طول ما احنا بنعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم النهاردة صراع في حاجة غريبة جدا شطان قدر ان يستخدم بعض الناس في انهم يقولوا امثلة الامثلة ديت بتقضح في ايمانهم او عقيدتهم او تؤثر او تكون مخالفة لما جاء في كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظيفتنا النهاردة والحلقتين اللي جايين ان شاء الله هم في 3 حلقات كده ان شاء الله ان ربنا يصل لنا ان احنا نغير مفهوم الامثال ديت ونوضح للناس موقف الشرع من الامثال ديت امثلة معينة لكن ان شاء الله هنقول ايه موقف الشرع منها تعالوا نشوفها بسرعة كده في عجالة سريعة وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله ان ربنا احيانا سبحانه وتعالى بعد ما تنتهي حلقات المصارع كلها ان شاء الله بعد لمضان مباشرة يكون حلقات المصارع كلها مطبوعة في كتاب المصارع وحلقات رمضان اللي فات قاطعوا هذه المنتجات برضا تكون موجودة في كتاب ربنا اجمعنا وياكم على الخير تعالوا نبدأ حلقة الليلة دي ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم من ضمن الامثلة المشهورة ان واحد يبقى مثلا شايف واحد غني او مشهور او عنده اولاد والراجل ده بقى اتحرم بي اما من المال او من الشهر او الاولاد يعني هو اتحرم من النعمة اللي شايفها عند الانسان اللي قدامه ده فيبقى زهقان جدا ومتدايق وبعدين ينفق كده اقول سبحان الله يدي الحلق للبالة ودان طبعا يا جبعة كلمة يدي الحلق للبالة ودان دي فيها ثلاث آفات الآفة الاولى ان هي فيها سوء ادب مع ربنا سبحانه وتعالى ازاي اننا يعني عايز اقول لربنا اننا اضرب المصلحة من اللي يستحق ومن اللي ما يستحقش ده اولا فيها سوء ادب مع ربنا تاني حاجة فيها اعتراض على قضاء ربنا ربنا اللي بيوزع الارزاق انت اضرب مصلحة العباد اكتر من رب العباد سبحانه وتعالى الحاجة التالتة ان فيها نسبة النقص الى الله سبحانه وتعالى واتهم ربنا بان اعماله لا تقوم على حكمة كانه عايز يقول ربنا بيدي اللي ما يستهلش وبيمنع عن الذي يستحق ايه هتقول المثل ده تاني رزق ايه او يدي الحلق للبالة ودان من ضمن الامثلة ان ممكن تلاقي واحد قابل صاحبه ازاي كيف لها نعمل ايه اخبارك ايه فلان التالت دوت اللي هو بيسأل عنه ده مات فصاحبه بيقول له اسكت انت ما دلتش قال له خير قال له ربنا افتكر انبارح قال له ربنا افتكر انبارح امتى قال له الساعة خمسة ساعة خمسة ربنا افتكره معناها ان خمسة اللي خمسة كان ربنا نسية طبعا الكلام ده ورضو غلط لان ربنا صحانه وتعالى قال وما كان ربك نسية ولما فرعون سأل موسى عليه السلام قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ده نفس المشكلة بتاعت لما تخش على واحد مريض وزهقانه معندوش رضب قضاء ربنا سبحانه وتعالى ازاي كفلانه ازاي اخبارك شفاك الله عفاك ازاي اخبارك فاتليه بينفخه بيقولك افتكاره رحمة اخبالك طبعا كلمة افتكاره برضو معناها ان ربنا كان نسية وما كان ربك نسية اوعى تقول عن واحد مات ربنا افتكره انما لقول توفاه الله اوعى تقول لو واحد دخل عليك وانت مريض ربنا يشفي جماعة مرضى المسلمين اوعى تقول له افتكاره رحمة قول الحمد لله حتى لو ذكرت التعب اللي عندك مفيش مشكلة بس تسبق الكلام بكلمة الحمد لله كما قال ابن مسعود فمن سبقها بالحمد لله فليس بشاكن اخبارك ايه يا حاج فلان الحمد لله تعبان شوية يا ابن اخبارك ايه يا فلان الحمد لله الجرح شادد عليها شوية فسبقتها بايه بكلمة الحمد لله من ضمن الاشياء اللي منتشرة بين بعض الناس اني ممكن تلاقي واحد ملك بحزازة او خرززار او اي حاجة من حياة ديت فتقول له ايه الحزازة دي او الخرزة ديت يقول لك اسكوت انا متعرفش دي بيجيب للحز البسها وانزل ماتش على طول اجيب خمس ست جوان البسها واروح مش عارف المكان فلاني كل الاباب تتفتح تقول له يا عم الخرزة ديت لا بتنفع ولا تضر يقول لك اسكوت انت منتش فاهم يا عم ده اللي اعتقت في حجر ينفعه طبعا الكلام ده تحس فيه كده برائحة الشركة يا زم بالله انه بيعتقد ان الحجر بينفع او يضر من دون الله سبحانه تعالى وقد قال جل وعلا وإي يمسسك الله بدر فلا كاشف له الا الا هو وإي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ولذلك سيدنا عمر امير المؤمنين عمر بن الخطاب في يوم الايم يقف قدام اشرف واعظم حجر في الكندة كله اللي هو الحجر الاسود اللي هو النبي قال عنه انه حجر من احضار الجنة فقال والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك يعني انا بعمل كده عشان النبي قال كده انما انا عن نفسي عارف ان انت حجر لا تنفع ولا تضر ولا تضر ولا يأتي النفع ولا من عند المولى عز وجل سبحانه وتعالى واحد يبقعد بيكلم مع صاحبه فبيقول له يا اخي الحمد لله الباب المرضود يرد القضى المستعجل مين اللي قال ان الباب المرضود يرد القضى المستعجل ربنا لو اردش هيتم ولو كنت انت قاعد جوه سبعين باب وقفلهم كلهم على نفسك قال جل وعلا واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال امال ايه اللي مطلوب مني خد بالاسباب وامشي في سكتك وامشي في مناكب الدنيا اطلب الرزق فلو حصل اللي انت بتحبه اقول الحمد لله ولو حصل حاجة بتقراها قل قدر الله وما شاء فعل واوعى تقول الباب المرضود يرد القضى المستعجل مفيش حاجة تمنع قضاء المولى عز وجل ان هي تنفذ ولذلك سبحان الله شوف برضو من ضمن الامثلة اللي مشهورة او منتشرة بين بعض الناس يقول لك يا عم لو نزلت في ارض بتعبد العجل حش وديله ايه سبب المثل ده سبب المثل ده واحد اي بيؤمر ومعروف وينهع المنكر وبيدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى وشايف حاجة غلط عايز يغيرها بكل هدوء ورحمة فالتالي يقول له يا عم ما تسيب الناس زي ما هم هو انت اللي هتغير الكون انت اللي هتصلح الدنيا دي كلها يا حبيب قلب انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لك لو نزلت في ارض بتعبد العجل حش يوديله طبعا الكلام ده فيه دعوة للشرك بان انا اطعم العجل اللي ايه اللي بيعبد من دون الله وفي نفس الوقت دعوة الى النفاق ان زي ما الناس بتعمل احمل اذا كانوا بيؤمنوا خليك معاهم وتبقى هي دي اللي ايه السكة كسبانة ولو كفروا خليك وراهم هو انت هتشز يا ابن عن الكون انت اللي هتصلح الكون كلام ده كله غلط لا احنا لابد ان احنا نقمر معروف بكل معروف وننهى عن المنكر بغير منكر وفي نفس الوقت يلقى كلامنا كله منضبط بضوابة الكتاب والسنة ومن جميلش حد ابدا على حساب شرع الله سبحانه وتعالى احيانا انسان يبقى عنده فروة كبيرة قوي وبيخش مشروعات وبيكسب والحمد الله ومرة واحدة دخل مشروع كبير قوي فخسر كل اللي قدامه واللي ورام داخل صاحبه بيسأله اخبارك ايه افلان عامل ايه فبيقول له اسكت ده احنا عايشين في زمن غدار ده زمن اسود يا اخو والله تخيل فأتبالي كله في لحظة ده زمن كذا وزمن كذا وزمن كذا وقعد يسبل في الزمن وطبعا ده سوء ادب مع ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الاخدار وما فيه شيء بيحصل في الزمن الا بامر الله سبحانه وتعالى ولذا قال جل وعلا في الحديث الكدسي يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الظهر اقلب الليلة والنهار سبحانه وتعالى احيانا واحد يقول له مثلا ايه لصحبه يقول له انت لما كنت ساكن في المكان الفلاني عزلت ليه وسبت وروحت المكان الفلاني يقول له والله يا اخي شاءت الظروف ان انا سيب المكان ده واشاءت الاقدار ان انا سيب الشغلان الفلاني ديت والصواب ان الاقدار بتشاء ولا الظروف بتشاء لان الظروف ديت او الظرف دي الظروف دي جمع ظرف وهي الازمان والزمن لا مشيئة له وكذلك القدر لا مشيئة له وانما المشيئة تكون لمن تكون لله سبحانه وتعالى فبدل ما اقول شاءت الظروف وشاءت الاقدار وشاءت المقادير اقول شاء الله سبحانه وتعالى وده يا جماعة من بس تصحيح بعض المفاهيم البسيطة وحيانا ما بيكونش بسيطة علشان نصلح ونشوف الانثلة اللي بتتقال غلط نصلحها ونقدر بعد كده ننظم كل كلمتنا حسب الشرع لان ربنا بيقول ما يلفظه من قول الا لديه رقيب ونعتيد من الاخطاء الشائعة ان واحد رايح يشتري حاجة فبص لقى واحد جنبه بيشتري حاجة سامحوني تفه جدا جدا وسحرها غالي قوي يعني مثلا رايح يشتري ميداليا فالراجل بيقوله قصي الميداليا ديت من ايام كليبر ومن ايام نابليون بنابرت فالميداليا ديت بتتباع بنص مليون جنيه قالوا والله رخيسة قوي طب هتها بنص مليون جنيه فيقول بقى هيشتري الميداليا ديت بنص مليون جنيه ويشتري اللوحة الفلانية ديت باتنين مليون جنيه صحيح يا اخي زي ما بيقولوا رزق الهبل على المجانين طبعا الكلام ده كله برضو غلط ليه لان رزق الهبل والمجانين والعقلاء كلهم على مين على رب الارض والسماء سبحانه تعالى قال جل وعلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال جل وعلا وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين احيانا واحد يبقى ماشي في صحرة وبعدين فجأة يبقى ماشي في الصحرة كده لقى زرع طالع في الصحرة مفيش حد لزرعه ولا حد سقاه ولا حد بيتعهد الزرع ده فابنه يقول له هو يا بابا ايه الزرع ده يقول له يا حبيبي ده زرعش طاني بعضهم يقول لك لا 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 يا اخي ايه زرعش طاني ده حرام عليك ده زرع اللهوي يعني ايه اللهوي وخبالك يعني الله طبعا الكلمات ما ينبغيش انها تتقال يعني ايه زرعش طاني اذا كان اصلا حباب قلبي لا يجوز ان احنا نعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم يخلق فكيف نظل ان الشيطان يخلق وما لايه الصحيح شيخ محمود نقول ايه يعني بدلا ما نقول زرعش طاني نقول ايه نقول زرع رباني نقول زرع رباني او نبت رباني قال جل وعلا الله خالق وكل شيء قال جل وعلا افرأيتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزرعون يبقى بدلا ما اقول زرعش طاني اقول نبت رباني او زرع رباني تحالوا نكمل الامثال اللي عايزين نغيرها ونشوف موقف الشرع منها ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف صراع مع الامثال الحياة موضوع خطير جدا مهم جدا قد يبدو انه مش مهم لكن مهم جدا ان في امثلة جماعة ممكن الانسان يتلفظ به وهي خطأ ممكن تقضح في عقيدة الانسان وممكن تأثر عليه وممكن يؤاخذ عليها يوم القيامة فاحنا بنلحق اخواننا واحبابنا وحبيبنا اللي بنحبهم في الله علشان كل واحد فيهم يعلم ان ربنا قال ما يرفضوا من قول الا لديه لقيب العديد حيانا ممكن واحد يكون عنده طفل صغير فسنته انكسرت ربنا يحفظ اولادك ورب العالمين فيقول لابنه ايه عايز يعلمه حاجة بس علمها له غلط فيقول له حبيبي خد السن عايز السنة تطلع مكانها يقول له ايوة يا بابا فيقول له خد السنة ويطلع مرة في البلكونة وبص للشمس وقول لها يا شمس يا شموسة خد سنة النوسة وهاتي سنة العروسة هتطلع لك سنة مكانها فالولد يعتقد ويطلب على ان الشمس هي اللي بتخلق الاسنان وده خطأ لان الشمس جند من جنود الله سبحانه وتعالى قال جل في علا ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال لابي ذر يا ابا ذر اتذري اين تذهب الشمس قلت الله ورسوله اعلم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس حين تغيب فانها تذهب الى عرش الرحمن وتخر ساجدة لله سبحانه وتعالى من ضمن الاشياء اعتقاد بعض الناس ان لما الاناء او الكباية تتكسر يبقى خادت الشر وراحت تلاقي الحجة قاعدة ربنا يحفظها وفجأة ابنها الصغير رح تكسر الكباية ابو راح يضرب تقوله ما تضربوش خلاص خادت الشر وراحت اش عرفنا ان الاناء اللي تكسر ده خادت الشر او جاب الخير يعني هل هو بيملك ان هو ياخد الشر او يجيب الخير لا يملك ذلك الا الله سبحانه وتعالى وإي يمسسك الله بدر فلا كاشف له الا هو وإي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فالاناء لا يأخذ الخير ولا يأخذ الشر ولا يأتي بالخير وانما الذي يأتي بالخير هو الله سبحانه وتعالى طب الصغير نقول ايه الصغير لما يتكسر الاناء نقول قدر الله وما شاء فعل يبقى بدنا نقول خادت الشر وراح نقول قدر الله وما شاء فعل بعض الناس بتعتقد وخصوصا الناس الطيبين الكبار مثلا قاعدين ففجأة الحجة قاعدة في البيت وفجأة بنتها قامت عشان تكنس البيت بالليل تقولها يا بنتي اوقع تكنس بالليل يا حبيبتي هو انت مش عارفة ان كنس البيت بالليل بيجيب الخراب مين الاهل انه بيجيه الخراب طبعا الكلام ده كله ليس عليه اي دليل بل ان بعضهم لو مثلا زوجها سافر لبلد ما فلما سافر فابنها قام بالليل عشان يكنس بيقولها حبيبي انت بتكنس البيت يبقى ابوك ما هواش راجع من السفر فتعتقد ان كانس البيت ده دليل على اند الرجل مش راجع من السفر وكل دي من الاعتقادات الخاطئة اللي نتمنى انها تغيب بين المسلمين وبعضهم بيظن ان فتح المقص بالليل وقفله يجلب للانسان المصائب وهذا ايضا من الاعتقادات الخاطئة احيانا واحد احد مع صاحبه فبيقول له اخبارك ايه فلان اقول له الحمد لله رب العالمين ها دخلت كلية قال له اه دخلت كلية ايه يقول له بص بقى امسك الخشب دخلت كلية الطب واحد تاني قبل صاحبه اه يا فلان دورت على وظيفة اوى دورت ولاقيت الحمد لله ربنا اكرمني بوظيفة خطيرة طب اتوظفت فين امسك الخشب اتوظفت مخرج كبير في قناة اكرا اه يا فلان اتعينتي كذا كذا فيعتقد ان كلمة امسك الخشب هي التي تصرف العين والحسد عنه وده خطأ لان الذي يصرف عنك العين والحسد ان انت اولا تستعين بالله وان انت ترئي نفسك يبقى مطلوب حاجتين اخوي وحبيبي مطلوب حاجة من اللي ربنا انعم عليه ان هو يرئي نفسه ومطلوب من التاني اللي هو شاف نعمة ربنا على اخوه ان هو يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك يبقى ده المطلوب قال جل وعلا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله والنبي قال للصحابة اللي هو حسد واحد تاني قال قال لا برقت يبقى اذا نخرج بالموضوع ده بحاجتين لو ربنا انعم عليك بنعمة ارئي نفسك واحمد ربنا ولو شفت نعمة على حد قل ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك فدي تمنع الحسد وتمنع العين من ضمن الاشياء اللي موجودة فلان الجوز وفلان رايح يبارك له سلام عليكم ازيك فلان بالرفاء والبنين طب ودي فيها ايه دي هي فيها حاجة بس مهمة او هقولك عليها دلوقتي بالرفاء كلمة جميلة او حلوة جدا بالرفاء يعني ربنا يجعل ما بينك ومن زوجتك وقام وود وحبه وعشرة طيبة دي كلمة حلوة او جميلة انما والبنين والبنين فيها مشكلة ايه المشكلة ان كانوا في الجاهلية كانوا بيحبوش يخلفوا البنات وكانوا بيعتبروا ان خلفة البنات دي كانت عار وانتوا بيعرفين ان كان فيه زمان في الجاهلية كان وقد البنات فجاء الاسلام فوضّح لا خلفة البنات عمرها ما كانت عار وعمرها ما كانت ويحشة بال بالعكس ده خلفة البنات دي بتكون سبب خير كبير جدا واسألوا اللي خلف البنات ربنا بيكرموا برزق واسع وربنا بيحفظوا وبيكرموا وكمان البنات ستر من النار وسبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب دخول الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد هبة هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى سواء كانوا الذكور أو كانوا إناث كله هبة وهدية من عند ربنا طيب ولذلك النبي عليه السلام قال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار حديث الثاني منعال جاريتين حتى تبلغها جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذن صحبة البنات أو خلفة البنات بتكون سبب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وبتكون سبب صحبة النبي في جنة وبتكون سبب النجاة من النار ومن لما عوز بقى أن أنا أبارك لإنسان أقول له إيه خد بالك من حاجة أني مش هقوله بقى بالرفاء والبنين هقول بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ووضح كده ده اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا واحد بيسأل صاحبه فبيقوله أنت هتشغل مين معك في الشركة يقوله بصراحة أنا عدت أدور ودورتك تقوي لحد ما في الآخر لقيت فلان ده أفضل واحد وأنسى واحد يقوله يا راجل حرم عليك ما لقيتش غير الغبي ده ده طور الله في برسيمه طبعا لفظة صعبة قوي قوي معنى كده أنه أثبت أن فيه ثور للناس وفيه ثور لله وأثبت أن ثور الله سبحانه وتعالى حاشا لله أن يكون له كذلك وأثبت أن ثور الله لا يفهم وأن ثور الناس هو اللي بيفهم فقال ده طور الله في برسيمه طبعا كلمة جماعة فيها سوء أدب شديد جدا مع ربنا سبحانه وتعالى ده من ناحية ومن ناحية تانية فيها غيبة لمسلم من المسلمين ما هو شتى من الرجل التاني يبقى إيش زي فيها سوء أدب مع ربنا وفيها غيبة لواحد من المسلمين فقوة حد يسألك تقوله ده طور الله في برسيمه وقوة تقوله الكلمة دي الكلمة فيها سوء أدب مع ربنا أحيانا واحد يقوله له يعني فيه مسجد جانبنا بيتبني ومحتاجين تبرع أو فيه في المسجد بنعمل مساعدات للأسر الفقيرة فقولك بص يا عم أنت مسمعتش المسلم اللي بيقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع يا عم يحرم على الجامع ومين قال ان اللي يعوز البيت يحرم على الجامع أخوي وحبيبي المال مال ربنا وربنا بيستخلفنا في المال ده عشان يرى إذا كنا هنستعمل المال في طاعته ولا في معصيته فالمال مال ربنا أنا معاك لو ما كانش معاك غير مبلغ بسيط جدا لا يكفي إلا لقوة أولادك وزوجتك فعلا في الوقت ده أن البيت أولى بس أواع تقول في اللحظة ديه اللي يعوز البيت يحرم على الجامع لا ما يحرمش على الجامع يعني الجامع ده بيت ربنا سبحانه وتعالى إنما أقول إيه؟ أقول يا أخي والله أنا معذور وظروف ما تسمحش والفلوس اللي معايا يا دوب تكفي بيتي وأولادي أولى إنما ما تقولش إلي يعوز البيت يحرم على الجامع أحيانا والد بيقول لولده أنا رايح أزور عمي يقول له عمك مين يا حبيبي وخالك مين أنت مسمعتش المثل اللي بيقول الأقارب عقارب المثل ده طبعا ممتشر جدا جدا بكل أسف الأقارب عقارب والكلام ده يخالف شرع ربنا ويخالف سنة نبينا لأن ربنا أمرنا بصرة الرحمة فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يبسط له في رزقي وأن ينسى له في أثري فليصل رحمه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قالوا واحد بقول يا رسول الله إن لي قراب أصلهم ويقطعوني وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عليهم ويجهلون علي فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار ولا زالوا معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك اوعى تقول في يوم الأيام الأقارب عقارب الأقارب دول صلة رحم ربنا أمرك أن أنت تصلها والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن أنت تصل أريبك اوعى في يوم الأيام تقول الأقارب عقارب حتى لو هم أطعوك أنت تصلهم ولو حتى بالمكالمة ولو حتى بالرسائل ولو حتى بأن أنت تبعتهم هدية ولو حتى أنت في العيد تتصل وتسلم عليهم احيانا واحد بيوفق رصيم في الحلال زي ما بيقولوا بيجوز فلان على فلانة وبيحاول بقدر امكان يعرف مثلا ان فلان عنده بنت فاضلة وعارف ان فلان عنده ابن فاضل فيحاول يوفق الاتنين ويمشي في جوازة كده عشان ربنا يكرمه وياخد اجر تأسيس وإقامة بيت مسلم لكن احيانا بيحصل مشاكل احيانا يجي يوفق جوازتين مع بعض البنت تقع في واحد مش كويس او الولد يقع في بنت مش كويسة والاتنين ييجوا يتخنقوا معاقهم يقولوا انت السبب في الجوازة ديت وانت اللي عملت فينا وانت اللي وقعتنا في العيلة ديت فيجي واحد يقول له انت يا ابن الحلال ايه اللي خلاك تمشي في الموض� DIRECTOR انت مسمعتش المثل اللي بيقول امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة طبعا المثل دوات غلط ومالقيه الصح بتاعه الصح بتاعه امشي في جنازة وامشي في جوازة وانت كل ما في الامر انت بتقدم الخير وبتقول للناس يا جماعة أنا لا أعرف مكنونات الصدور أنا بوفق الأختي دي مع الأخ ده والأخ ده مع الأختي دي ولعلت الدول مع بعض أنا معرفش الناس دولة داخلياتهم إيه أنا كل ما في الأمر باخد بالأسباب يا جماعة ونفسي أقدم الخير عشان إعفاف بنات وشباب المسلمين لو حصل أني جات مشكلة بعد كده ظهرت ما بينكم أنتم البداية يا جماعة أنا بدلكم على بعض وإنتوا سألوا على بعض وحاولوا تتحرق المسألة لكن لو حصل مشكلة أنا مليش زنب في الموضوع فإذا في النهاية امشي في جنازة وتاخد أجرها وامشي في جوازة برضه وتاخد أجرها أحيانا يقول لك فلان فلان مات فتيجي تلقى واحد بيقول إيه فلان الفلاني دفن فيه مثواه الأخير والكلام ده غلط لأن المثواه الأخير كده المثواه الأخير عمره مكان القبر المثواه الأخير ده القبر بالنسبة للناس اللي بينكره الأخرة وإنت ما بتنكرش الأخرة أنت عارفوا أن فيه أخرة وفيه يوم أيامه وفيه جنة وفيه نار وما للمثواه الأخير فينش محمود المثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار ربنا يجعل مثواه ومثواهكم الجنة يا رب العالمين أحيانا واحد راح يعز واحد فداخل يا عزيه فداخل السلام عليك وفلان وولدك توفى الله الرحمن الرحيم وسع الباقية في حياتك كلمة الباقية في حياتك توهم أن الرجل ده كان ميت ناقص عمر فربنا يكمل النقص اللي حصل في عمر ده ويدهولك أنت وطبعا الكلام ده واضغلط لأن مفيش حد بيموت ناقص عمري قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها طيب أقول إيه للواحد لن راح أعزيه قول الكلام اللي هتسمعه ده ونختم به إن انت متقابل واحد وعايز تعزيه قل له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب قال الشيخ الألباني وهذا الحديث أحسن ما يعزى به مش قادر تحفظه قل له عظم الله أجرك أجرك الله أي حاجة إنه ما تطلوش البقية في حياتك لأنه ممكن رجل يصدقك فيظن إن فعلا الحياة بتاعت قريبه اللي مات هتكمل عنده ربنا يجمعنا وقاياك مع الخير تحالوا نكمل بكرة إن شاء الله مع صناعة مع الأمثال ونصحح الأمثال الخطأ اللي بتشاع بين بعض المسلمين علشان كلنا عارفين أنهم ما يلفظوا من قول إلا لديه رقيب عتيد نتقابل بكرة إن شاء الله مع الصراع مع الأمثال الجزء التاني بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين سنين العمر تصارع من دوامات الدنيا والشاواء مليون